أهلاً وسهلاً بكم من جديد وصلنا لفقرة تزيين الكيك واليوم معانا روزان حجار أخصائية تزيين كيك وهي تعمل تواصل كيك كل شيء تزيين كيك عادي كل أنواع الكيك مع روزان حجار صباح الورد يا روزان صباح الخير صباح الخير شيف صباح الروان انا سهلاً وانا بقرأ اسمك قبل الفاصل قرأت روان انت الزين خلط وقعت روان مش عارف فلاحة الزين ما عمره من لفظه اسمي صح روزانه رعادي ليس مشكلة كلها بزبور. لكن ماذا؟ روزان. أنا روزان. روزان. بيتا روزان. أهلاً فيك. تمام. روزان أنت مش بس تعملي تزيين كيك كمان في كيكات زكين بتعمليهم صح؟ بالصبت بسوي لجميع المناسبات. و بسوي كثير أشياء بسوي تشيز كيك بسوي كيك بوبس بوبسيكيلز. يعني كل شيء بخص الحلويات موجودة عندي. يا سلام. وكل النكهات وكل الأشكال يعني كل الديزاين. كله عند روزان. كله عندي. يالله تمام. اليوم بديك تزييني كيكة بطريقة مختلفة شوي. مهم. الساهرة بيعيز تلك جايبي ورد وما ورد. آه هي صراحة هو هذا ستايل حلياً صراحة. وكل عمله هالأيام. الموضة هسا. بالزبط. قلنا نحكي الموضة. أوكي صح. هلأ هي اسمها دريك كيك لأنه في الشوكولت بتكون سايحة هيك حواليك. آه روزان حبيبة قلبي ممكن بس أقطعيك. بس نقيمي شعرك عن المايك. أوكي. أوكي عشان يطلع صوتك صح. أوكي أوكي. أوكي. ما يبدو كيها تكون سخنة كثيرة تقلي ولا فاترة؟ آه عشان شوي ندوبها. عادر رازي. هيا هيا. أنا أول خطوة رح تكون إنه رح نحط عليها القناش اللي هو عبارة عن ويت شوكولت مع كريمة. آه. بطبعاً نسب معينة بتنحط على الكيك تنفرد بتصير تنزل زي دريبس. أوكي وبعدين نبلش بعملية التزيين. أجنها النسب خليانها تستفيد. أوكي. أكيد أكيد طبعاً ولا طبعاً. أنا جايتك في الحكbre. أنا لا ؟ هلأ النسبة بتكون اللي هو الشوكولاتة لازم تكون ال الكريمة نصف كمية الشوكولاتة لازم تكونognita publishingcha. كريمة نصف كمية الشوكولاتة. صح يعني إذا عنا 500 جرام تشوكوvelت رح يكون عنا كريمة 250 جرام. نصفها. بالضبط النصف بالضبط. أوكيه لازم تكون دافعم leaningية شوكولات loops. نحن نسيحها ونخلطها بالكريمة الدافئة طبعاً ليس لازم تكون باردة أوكي ونلوين بالألوان اللي بدنا إياها طيب حلو طيب معناته شف يعني دايماً هاي المعايير أظن مهمة انت شو رأيك بهذا الموضوع يعني ما بزبط إنه يعني نخربت بمعايير الحلو سبشر لما يكون فيه قناش فيه الحلويات بشكل عام لازم يكون يعني المقادير على الشعره 100% لأنه يعني ما بزبط نهائياً فبالتالي القناش اللي حكاته الشيف فعلاً هو مقدار صحيح 100% اللي هو الشوكولاتة أو الكريمة تكون نصف الشوكولاتة أيوة 100% وكمان إذا بنحطه على بان مريحة حمام ماء ساخن كثير بيطع كويس وبالدوم مع بعضه وبصير فيه التجانس صحيح 100% الآن هي المي صارت صخنة وكويسة أمورنا ممتازة عشان هيك يمكن التعامل أكتر مع الأكل المالح أسهل لأنه انت على البركة أنا بحب الشيء الحلو بشكل عام لأنه كله مقادير بده مقادير جدير وأنا ما عندي شغل التبال للمقادير نهائياً مش الكل عنده طول اتفال شفل المقادير سخنة الماء؟ هاي المي سخنة؟ تمام تمام حسنا ننصبها على القناش عشان شوي صراحة هو جميع نعبي الطريق موعد يا جو غارد لأنه ما بعرف بالزبط هاي بنحط للك شوي هون ما معين سخنة حسنا نبلش باشي عبن ما شوي الدوب معنا حسنا أنا في عندي أشياء أنا سويتها أورادي بالبيت عندي عندي دونوتس وعندي هذول هيك ستيكس زي تشوكلت حطيت عليهم بندق وشوكلت وحطيت برضو لوليبوب صغار هيك حلوين نفس اللون تقريباً أوكي وفيه جبت ورد وجبت من هذول هيك زينة من قدر نحطهم عشان شوي زينة كيكو بالضبط هم زينة كيكو هذا ورق زي السيلفر بيؤكل يعني عادي قابل للأكل أوكي وفي عندي برضو شوكلت حابة أزين بيك شويتك شوكلت يعني هيك على أساس شوي النوع هلأ الثيم هلأ بتقدروا تعملوا أي ثيم طبعاً ممكن يكون لأولاد صغار أو لكبار مثلاً كلها تكون كاندي أو مثلاً تكون لعرس يعني هيك تقريباً هيك لخطبة أو لعيد ميلاد هيك صبية مثلاً أنا خطرت الثيم يكون بنفسجي وشوية أبيض وشوية سيلفر حطيت آها آها تمام طيب هلأ نبلش بدي أول إشي في الورد هذا الورد مش بتاكل طبعاً هذا الورد لا هذا ورد لا هذا ورد طبيعي طبيعي هلأ أكيد بنقدر نعمل من سكر بس عشان يعني الناس صايرة تحب أكتر الطبيعي منظر الطبيعي أكتر أنا بدي أحطهم هيك على جناب بس طبعاً نكون غسلين وميح لأنه نريد أكيد 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 ومنشفينه كمان أحسن يخرب وأهم شيء إنه الكيكة تكون طالعة من التلاجة عشان نقدر نزينها من دون ما تسيح معنا أو تخبس هلأ دائماً بفضل روزان إنه الكيكات هي تنخبز قبل بيوم طبعاً يعني ما بزبط تخبزي وتشتغلي عليها لازم تخبزيها تريحيها بعدين نرجع نحط البدنية صح؟ طبعاً صارت جاهزة هاي كمان أوكي ممتاز طبعاً صارت سائلة من داخلها بديش هتسخن كثيراً أيوة بالزبط بالزبط إذا سخن عيدك هاي الفاين مشان تستخدمي لا أنا بس بدي أشوف هلا قبل ما دائماً ضروري كثيراً قبل ما نصبها على الكيك إنه نجربها نشوف كيف هي أوبس بسيطة 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 يا روزان طيب أوكي ثاني خليها حطتك إياها ببولي شورا يتسني بي الزبط نعم عليها مو مشكلة بسيطة بسيطة ببوع جداً بسيطة نعم بالزبط هلأ عادي يعني لو مثلاً القناش ما زبط معكم بزي الأنبوب لأنا جايبته عادي بيزبط مثلاً بكيس تزيين طبعاً كيس تزيين بيزبط ببولي مع مع الأصغيرة مثلاً بيزبط كل إشي عادي ما مشيش شوفي روزاني يعني أي إشي دايماً فيه طريقة ثانية يعني كل الطرق بالآخر يعمل الإنتين في بدائل في بدائل دائماً بالضبط حبيبة قلبي بس مبدئياً مبدعة أنتي يعني العقارة كتير حلوة اللون اللي استعملتها هذا اللون كفير حل على فكرة بجنة اللون هم حلوين ولناس كتير صائدت ناس كتير تطلب ألوان غريبة ألوان غريبة صح لكيكات بعدين هذه الكيكات حلوين يعني بكرة لعيد أم سبييها صب روان آآ نسبيها صب عادي خليبناتوا أبام هادي هذه نستطيع أن نضعها على ستكس ونضعها بأطول مختلفة لتبين معنا أكيد طبعاً صح يلا حاضر هاي احنا هون نجي لعندك هذا الدونتس حقيقي اه هذا الدونتس انسويته يعني كله قبل بيوم جهزته والكيكة طبقتها وحطيت عليها كريمة الزبدة وحطيتها في الثلاجة عشان تجبت معنا كيف ما أحلى الأفكار شيء؟ والله كتير حبيت أنا هلأ بنقدر نحط لليبوبس طبعاً انتو بتقدروا تغيروا وتزينوا أشياء يعني بتقدروا تحطوا أشياء تانية مثلاً كاندي حلو برافو عليك روزان هاي مثلاً هاي بنحط أشياء تانية بس مننا نقصهم أو لا خليهم يبينوا شوي من ورا مثلاً هيك نخليها معنا وقت مليح روان وقد اشتغل براحتك روان وده روزان روزان هي مجموعة يعني جمعة بين روان ورزان وصار اسمها روزان بالزبط انتو ذكرتيني باسمي أنا اسمي نظلة بريحي طيب ناس ملكوا بريجي ناس بريمي بريدي صح صح شف يعني هاي الحرف هذا حسب ما بتغيروا المعنى تماماً بتغير والطي عادي يعني الواحد ما بزعل المهم أهم اشي توصل للصورة يعني توصل للمعنى المهم الاسمي ايصل اه معي روزان هلأ دولة شوكلت برضو بدي أزينهم هون كتير ضروري انه نزين تحت زي ما منزين فوق طبعاً عشان تعطي منظر حلو اوكي هاي مثلا بقدر احط هاي هون لنقل عسل اولا قدام شوي يعني بتعلي في هذا النوع من الكيك او من التزيين اللي بسموه المقيلوش شوية يعني انتي شو بخطر ببالك اشي حلو بتحضيهن معاي بالزبط يعني هلأ هو ورد شوكلت دونتس بالزبط اي اشي بخطر عبالك يعني حتى مرات ستات بييجوا بقولولي مثلا بدنا لون الكيك على لون فستاني او مثلا بالزبط مثلا اليوم هحبين مثلا نحط ورد اليوم هحبين ورد بسكر مثلا امتي كيف طبقتين طبقة كله بيزبط عادي كتير 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 فلكسابل مية بالمية وطبعا كل حدا بحب يوصي من عند روزان او يشوف شغلة الحلو انا رح اعملها ان شاء الله منشن على صفحتي شكرا 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 لحتى تشجعوها وتدعموها لروزان لانه دايما احنا منحب مطبخ رؤيا كل هاي الابداعات دايما ندعمها والكل يتعرف عليها وحتى يوصي من عندها انا كتير بحب كيكات البيتية سراحة كيكات هاي قريبة اكتر على طعمة البيت وبعدين الانجريدينس بتكون طازة مثلا يعني ما بحب اتعمل بالخلطات المثلا اللي هي الخلطات الجاهزة شكرا 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 اعني شوف الله يعطي العافل من التمني الصبح وانهو بحضر وصفاته جاهزين لا مشكلة اعتبا اعتبا اعطب لك اشي يعني فعنجد يسلم قدك شف حبيبتي دايما متعاون شف نضاله وما بترك حدا بحاجة مساعدة الا هو بساعدين انا دايما انا ماشد معجبين الشف طبعا الله يرضى عليك كل احترام كلنا الفانز تعين شف نضاله ودايما دايما منتابع وصفاته اللي بتجنن وبتجربها عندي في البيت صراحة قدية بسيطة بالضبط طلع نتائج مشتبه هاي كمان رامي بحبني رامي طلع حتى رامي بحبني رامي الله يستر شكرا رامي شكرا حبيبي يا رامي انت سير حلو طيب خلينا نشوف ايش في عنا هون تعليقات بدنا نصبح على حنان الاشهب ما شاء الله على رياض عواد يسعد صباحكم منورين شف نيضال بريحي وروان العلي دكتورة روبام شربش أخسائتي التغذية صباح الجمال ضيفة روزان حجار شكرا شكرا شف تعرف سمير أبو قطنة بعث لنا كتير حكي حلو عن المطبخ أشرقت الشمس بنورها وأشرقت رؤية بإطلالتها البهية قنالة مع بريقها أسقاع الدنيا ومطبخ رؤينا في ذتنا الجميلة ومدرسة نموذجية وريادية لا ينتسب إليها إلا أمهر الشفات الذين يملكون الحضور بوصفاتهم الرائعة من المأكلات والحلويات الطيبة وبضيافة فريق التقديم المبدع والمتألق في حضورهم على تقديم كل فقرات مطبخ رؤية بكلماتهم الطيبة ابتسامتهم الجميلة يرسمون سعادة لا حدود لها في كل بيت وأسرة تحياتي واحترامي وتقديري لكل كادر مطبخ رؤية الجميل بكم يعني أنا تحياتي وتقديري إليك يا سمير على الحكي الحلو عن جد شكرا كثير 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 فعلا أحلى الحكي بدلت عليه بكلمة واحدة يسعد قلبك يا سمير آه والله سمير أبو قطنها مية بالمية بس مش سمير عجازي بلك بس سمير عجازي يسعد قلبه أكيد 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 هلأ هيك بلاش نفط للطباحك سمير يسعد للطباحك إذن بدأت شفون ضيف للطباحك هذا إيش بيسمون التكنيك تبعا هيك الشوكولات لما تكون نازلة أولا هي درب درب كيك هي بالأحرى شوفوا كيف القوام تبعها أنا أحبها شوف كتير بحب هاي الفقرة لا تنمي كيف تشهيك على الكيك هاي فكرة الكريمة اللي نازلة بالزلط هي حلوة كتير صراحة وهلأ في كتير ناس بعد ما تجمت بالتلاجة برضو بلونوها بلون دهبي أو فض بألوان حلوة صراحة فعالم الحلويات والتزيين عالم واسع جدا جدا عالم جميل وكل يوم بدخلوا تقنيات جديدة عليه وحب أجرب كل شيء صراحة والله باشوف فيه تقنيات غريبة عجيبة في هذا المجال آآ آآ وفكرة اللي بيشتغلوا في هذا المجال عندهم طولة بال خرافية أنا باهنيهم على طولة البال بعدين شف أدواته صارت مواسعة يعني ما عدناش زي أول لا فيه تنوع كبير وفيه كثير ناس برضو بيبيعوا أغراض الكيك هلأ صار فيه وعي كثير صار محلات كثير عم بيجيبوا أشياء كثير بسيطة ومتطورة يعني وكل فترة فيه موديل وكل يعني زي قصات الفساطين أيوه زي قصة الفساطين هاي الثاني مثلاً اللون هاب قصة هاي ما شف ما سمعت بتقول لك بتقول لك على لون فسطان العروس ممكن تعمل الكيك شي جميل آآ نفس الدرجة يعني العروس بيكون فرحة عمرها طبعاً بدت تفرح أنه أول مميز إليها أول الله يهني كل العرايس والعرسان إن شاء الله آمين يا رب آمين طيب تمام هلأ إيش بدنا نعمل هل أجل تعملي كمان؟ هلأ كملي لولي بوب؟ بدي أكمل لولي بوب بدي أكمل الأشياء اللي عندي سوين لقتيهم فيرفل أنتي أما ضبطة آآ أنا سويتهم صراحة في البيت آآ أنتي عملتهم؟ ده أقول إشي سويته سويت الكريمة والهدو اللي يعني بس الورد اللي شتريته صراحة شتريته بس آآ بالزبط هلأ في برضو الوردات يا مروحة بعرف آآ آآ هدولة برضو منقدر نحط مثلا زي جولدن ليبس عليها برضو بتعطي جمالية كتير حلوة والله حلوة هالفكرة آآ هدولة بالتاكل وكل إشي فيهم بالتاكل هذا الحلو فيه بس نبعد عن الوردات آآ ها حتى هذا الشوكولت أنتي عملها كل شيء كل شيء هدولة والإشي هدولة زي الستيكس العاديين لموالح بس دقيت بندق وحمصت بندق دقيته وخلطت مع شوكولاتة وفردت عليها ميما أحلى بس يعني أفكار كتير بسيطة ممكن تقلب الكيكة قلب عنا تضيعة أنتي بابا عليك شكرا شكرا بارف زي اللوحة هي عم ترسم لاحظ يعني أنت عم تطلع على الكيكة بشكل عام هي زي كنها لوحة فيها كتير أشياء حلوة وأشياء ذاكية بس لما تجمعهم مع بعض بصير شكلهم أحلى أكيد بالصبت بالصبت حلو طيب هذا اللون بحبه أنا هذا اللون بريع العصابي بريع البان أنا عشان هيك أسترت إني أعمله خصوصا أول يوم إلي قدام التلفزيون قلت لا خليني على إش هيك اللون حلو صحا أيوا بصور قريب اللون لوجو رؤية رؤية سبحكم كل خير وبركة وسعادة يا رب شف نيضال يسلموا إديك وعائلة أقيا وروان حبيب القلبي شكرا كتير أمون سوري مش عمون هي أمون طرابشة بتتكون سوى الشخشير كمان يا سلام يا سلام يا سلام على حلقة اليوم رائعة متميزة جدا مع روان الأمورة الأميقة شكرا 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 أبعون الفخم وإبداعاته وأفكار الحلوة للروزان شكرا وحضورك جميل بتقولك شكرا 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 سائد سوالما تسلم يا رب شكرا جزيلا شكرا على الحلقة الحلوة عن جد شكرا إليك يا سائد الله يسعدك أوكي هلأ في عندي هون كمان إشي صغير أنا جبت بودرة بودرة بردو ألوان بودرة همي أوكي جبت لون فضي علشان بقدر مثلا أزيد شوية ترتوش مثلا على الورد على مثلا هون على اللويبوبس على الدونتس يعني أنتوا كيف ما بتحبوا بتقدروا تزينوهم يعني والله لوحة طلع رزان كيكة زي هاي مثلا يعني شو تكلفتها أو بتنباع يعني لأنه الناس بيتموا بالموضيح هاي يعني طبعا لأنه كيكة قيمة هاي كيكة قيمة وفيها مواد أولية كثير فخمة هو صراحة أنا لأنه كمان يعني الكيك يعني بيعتمد السعر تابعه على الحجم عدد الأشخاص مئíb في المية صعيح مثلا النكهة كمان في نكهات مثلا هلأ انا عاملي هاي رمان رمان؟ آه عاملتها رمان يعني فيها كتير طبقات فيها كتير فيها شغل فيها شغل يعني عصرنا رمان وبخرنا بعدين عاملنا منه الموس بعدين عاملنا الكات اللي هو الختارة الرمان فزيعة بعدين عملنا منها طبقة جيلية اللي هي جيلة وحطنا فيها حبوب الرمان نفسها وحشة الكيكة فيها تظيرة الكيكة حرفية يا معناتو هاي يعني إحنا شغلها كبيرة لا شف إحنا بدمدح بالتزيين طلع حتى الكيكة نفسها مشغول عليها برادو لا صراحة هو عالم واسع أنا أكثر إشي جذبني لعالم الحلويات اللي هو النكات النكات الغريب اللي بتقدر يدخليها بالحلوي يعني أول مرة أسمع كيكة مدامك مبخر الرمان خلص أكشف الله يساعدك والله شهادة بعتز فيها طيب يلا إحنا لازم نقدم الطبقة عشان بدنا نختم الحلقة حبيبة قلبي خلصنا إحنا هاي تمام يلا تحب نحطها هناك يس أكيد مع أكلات شف نضال الرائع اليوم أكيد أكيد بشربت أكيد أكيد وين نحطها انسي وين بتحبه قدام الكتاب قدام الكتاب أيوة كمان قدميها شوية قدميها مشان الكاميرا تأخذها يا عيني يا عيني والله هي بتجنن عن جدي سلموا إليكي برزان حجار كنت معنا اليوم أكيد وعملت لنا تزيين كيك بطريقة بتجنن